اهلا وسهلا بكل مشاهدينا حلقة جديدة من حياتك احلى احنا النهاردة طبعا معيكم على الهوم باشرة نهاردة احنا معينا حلقة حلوة جدا هيكون معينا في فاشون كيدزو هيكون معينا صور وكمان هيكون معينا شو بالاطفال بس قبل طبعا ما اقولوكم بقية الديتيلز بتاعتنا احنا ارقامنا هتكون موجودة بعد شوية معيكم على الشاشة عشان كل حبيب يتواصل معينا ويشاركنا موضوع حلقتنا يكلمنا النهاردة طبعا كل ده مش هيكمل غير لما يكون معي ضفت الجميلة ريم ابو هاشم ازايك يا ريم الحمد لله اعمل ايه ريم طبعا انتي ديزاينار فاشون تمام بتحبي الفاشون اوي وانا طبعية الكوليكشن بتاعك كان حلوة اوي ريم طب لو حانيبدا اكدوا عايزكي في الاول تعرفي المشاهدين من هي ريم ابو هاشم انا ريم ابو هاشم بحب الفاشون كيدزي جدا خصصت في الاطفال بالذات يعني يمكن عشان انا بحب الاطفال جدا من زمان وكتر اكتر كمان بعد ما جبت عندي بانوتة صغيرة اسمها ايه بانوتك اسمها ريتال روتي ما هي على اسمها اسم البرانت بتاعك ايه روتي كيدز على اسم بانوتك بالضبط كمان بالاضافة ان الكيزي بالذات في الاطفالي مش منتشر في مصر ايه فعلا ما فيش فعلا فاشون كتير اه الاكتر بيبقى الرجالي في الحريمة كتير جدا او الكبار كمان يعني الصغيرين شوية يعني انا بصراحة لما جيت ان انا ادور على حد فاشون كيدز كده عشان يطلع معي مش لقي بصراحة كتير اه طيب ريم احنا معينا صور الكوليكشن بتاعك ده اه الصور بتاعتك اه شايفا الموديلات بتاعتك دي كانت 2019 تمام اه احنا ريم انتي مهتمة بالبنات شوية ولا البنات والولاد لا هو انا الاتنين والله مهتمية بيهم بس الاولاد دايما بتبقى الموديلات بتاعتهم اقل في التشكيلة عن البنات يعني الولاد بينحصر في التيشرت الشميز بانطلون شورت انما في البنات الموضوع اوسع شوية فيه اوت اون فيه سكرت ممكن شورت ممكن دريس ففيه اشكال كتيرة فهي عشان كده بس احنا بنبقى محكومين شوية في الاولاد عشان كده فالناس بتشوف ان احنا هم مظلمين بس يعني بس كويس اوي انت برضو بتعرف تعملي ماتشنج في الاولاد شوية يعني انا برد مش لقينها ان هو ممكن بيعمل حتة دي شوية مع الاولاد كله وبنات اكتر علشان نفس سواء اللي انت بتتكلمي فيه احنا بقى بنحاول ان احنا نركز في الالوان كمان ان احنا ندخل الالوان تكون لايقا مع بعضيها طيب ايه لا مش هلانت بتستخدميها يا ري طبعا احسن حاجة مفضل الاطفال هي اللقطان يعني القطن بتبقى هي رقم واحد حتى لو هتبقى القماشة الظاهرية حاجة تانية دايما بنحاول نخلي البطانة تبقى قطن حيث ان الاطفال بتبقى بشروتهم حساسة بتختلف في الصيف عن الشتاء او طبعا ده بالنسبة للصيف في الشتاء بيكون الخاميات ما بين الصوف ما بين الميلتون بنفضل ان هي كمان تكون مبطنة وبرسئلة او فارو بحيث ان هي تكون مدفهية للاطفال ريما احنا عارفين انت عندك خط انتاج خاص بك وكمان بتعرفي تعملي ماتشنج في الهضوم يعني انت بس مش خط الانتاج بس انت كمان بتزبطي او بتعملي توافق في الاطقم مع بعض بتعملي كده ازاي؟ احنا ممكن حاجات احنا بنصنعها نفسينا لكن في موديلات ممكن تكون مستوردة ممكن في حاجات بتكون عادي صناعة مصرية من مصانع كتير جدا مختلفة دورنا ان احنا بنحاول ان احنا نطقم الطقم يكون يعني اكينه انت شايفان هو طقم على بعضه هو اكينه جاي كده على بعضه يعني بتجيبي مثلا من هنا ومن هنا بالزبط كده بالزبط فتوتالي بيبين للام ان هي حلو انا عايزة بتقمده احنا بنوفر عليها الحيرة لان بتبقى ساعات امهات بتيجي بتاخد مثلا قطعة سواء بلاوز مثلا او ممكن شورت بتبقى مش عارفة تجيب عليه ايه انا بسهل لها الموضوع ده ده غير ان انت اصلا عندك خط انتك خاص بك موضلاتك انت بالزبط او احنا انتوا اللي بتصمموها وبتبتدوا فيها من الاول الاخر من اول اول التصميم لحد التصنيع والبيع طيب احنا معينا طبعا موديلز الاطفال الحلوين اللي معينا ياريت يا جماعة الاطفال يدخلوا تعالي تعالي لعنبص كده بس نقف بس نبص للكاميرا نبص للكاميرا هنا ايه الحاجات الحلوة دي تعال يا زياد هنا جنبي اسمك ايه طبعا دي فيه موديلات منه فيه حاجات فيهم للسيزن اللي فات 2019 لان برضو 2020 احنا قريزي لسه شغالين في دلوقتي الصيفي فمش كل الموديلات لسه بدات تجليز بس انا ملاحظة ان هي الموديلات صيفي برضو صيفي اه عندي يعني ده الموديل ده ده ان شاء الله بازن الله هيبقى موجود في 2020 طالع لهو الستايل الفراشة ده والحاجات الفلوري دي طالع موتا قوي السناء دي اسمك اي يا طبعا؟ جايدة عاجبك اللبسة لانت لبسات وانت اسمك ايه؟ ايه؟ ايه رأيك بقى في الحاجات اللي انت لبس هالجيب مين اللي اختار لك الهدوم؟ طب ريم لما حد بيشتري منك طبعا احنا عارفين انت عاصل خالص والله لما حد بيجي يشتري منك مين بقى بيكون متعب اكتر بتلاقي الام ولا الطفل؟ اه على فكرة انا شايفة ان هي المتعب اكتر في الاقناع الام انك تقناع الام اكتر من الطفل؟ اه يعني هي بتبقى فيه امهات بتبقى هي جاية هي عارفة هي انا عايز اشتري ايه؟ بيبقى ممكن الطفل عايز حاجة تانية يعني عايز يختار ستايل تاني او عايز ينقي شكل تاني فبحاول ان انا اقنع الام ان احنا برضو لازم ندي مساحة ان الطفل هو يختار بنفسه يختار الحاجة اللي هو حبيب يلبسها اه طيب ريما احنا لسا نكمل معيك وسنطلع فوصل ونرقعتين نكمل حلقتنا شاهدينا فوصل ورقعتين ورجعنا مشاهدينا تاني معيك وبعض الفوصل والسا مكملين مع ضفتنا الجميلة الريم ابو هاشم اسم كاملين معيك يا ريم ريم لو حنرجع كده ونتكلم طبعا بعد الشول الحلوة اللي احنا شوف نادة لاطفال الجميل ريم ايه مودة 2020 2020 بالنسبة للصيف؟ بالنسبة للصيف وبالنسبة للشتاء يعني الكلكشن اللي حينزل في الصيف ولا حينزل في الشتاء هو الشتاء قريدي اساسا احنا تقريبا احنا بنخلص فيه يعني الشتويت بيبتدي بالنسبة في الاطفال بيبتدي بدري وبنخلص بدري يعني بتبدي مثلا موسم الشتاء من امتى والصيفي من امتى؟ الصيفي عندنا قريدي احنا شغالين اهو فيه دلوقتي بنشتغل فيه يعني بنشتغل كل سيزون في السيزون يعني الشتاء مثلا دلوقتي احنا موجودين اهو في عيز الشتاء زي ما بيقولون بنبتدي الصيفي بنشغل فيه الصيفي عمية الشتوي برضو كذلك بنبتدي نشتغل فيه مثلا بعد العير الكبير بياخد معيك وقت قد ايه؟ يعني ممكن ياخد مثلاً وقت في الديزاين مثلاً في التصميم ممكن حوالي من أسبوعين لشهر وفي التصميع برضو ممكن من أسبوعين لشهر طيب عمر احنا ريمة احنا معينا دلوقتي مفاجأة معينا الفضان عمر يسري على التليفون نقول قالو مساء خير ازايك يا عمور منورين الشاشة انت اللي منورنا وحشتنا الله ايه خديكي وسعيد بالمدحلبيات وإيه البنانية الامر الوزاز والولاد الجمال اللي كانوا معاك شوفت يا عمر وبعدين كمان يا عمر انا عارف ان انت كنت حاضر فاشن كتب برضو قريب وكنت عامل شو حلو قوي مع الولاد اه فعلاً كان يوم لطيف جداً والله يعني هم كان شكلهم لطيف جداً عن الستيج فقلت اطلع كده ونعمل جو سوا بقي تقدمهم للناس وهم لابسينا الدراسز الكويسة اللطيفة اللي كانوا لابسينا فكان يوم لطيف قدت وقت لطيف يعني تحياتي لله أستاذا اللي مع حضرتك أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أستاذاً أعلم بك بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله أنا أنا بس كنت عايزة أعلق حاجة سغيرة أنا كنت حادث كنت ألاقي مع الأطفال دول ألوانات تانية كنت نفسي ألاقي مثلاً أخضر ألاقي أصفر ألاقي أورنج ألاقي فسفوري ألاقي حاجات الأطفال المبهجة إن الأطفال اللي عين مجرد الأحمر إن العين لما تشوفوا على طول تنجذب إليه إحنا لسه بنتكلم هما عليهم لسه هنسألها طبعاً الألوان إيه بس ممكن عشان الكليكشن لسه مخلصتش ولا يا ريم الضبط أقال إيه إحنا شغالين في الصيف فيه ألوان كتيرة جداً إحنا عملينها في الصيف دي بالدات في الصيف بتبقى الألوان مبهجة دامو أستاذ عمر بيقول يعني الترحة بتاعت حضرتك شوفي لونها جميل إزاي شوفي إن شاء الله هتشوفوا بإذن الله في الصيف ألوان جميلة جداً و ده لازم هتعجب حضرتك لأن فعلاً الأطفال بيميلوا جداً للألوانات ودايماً بتدي طاقة إيجابية وبتدي شعاع جواهم وحتى كمان العين لما تضص على الطفل وهو لابس الحاجات للألوانات دي الناس بتبقى مبسوطة بيهم وبتبقى سعيدة بيهم عمر أنت طبعاً من الناس اللي بتحب الأطفال جداً وبتعملهم شخصيات حلوة وأنا ممكن دلوقتي كمان أقول إن في ميرو الهيرو آه طبعاً أنا بقى من حفلات جنائية للأطفال بشخصية اسمع ميرو الهيرو دي خاصة بالأطفال وكده يعني حاجة تربوية فنية تعليمية تصطفية بنبعد عن الجهل اللي منتشر الأيام دي حتى أسلوب الأغنية المختلف حتى التناول اللحن والتوزيع مختلف فأحنا دايماً بنحاول إن أحنا نرتقي بالطفل بتاعنا سواء في فن سواء في لبس سواء في كل شيء فإن شاء الله يعني الفترة اللي جاية تكون فيه حاجة لطيفة بنشوفها والطفل ودايماً نبقى سببورت لي طيب عمر طبعاً أنا مش عارفة أبدأ معاك منين لأن أنا عايزة أستغلك لأنت معي النهار دا يعني بس أنت بتمثل دايماً بتستغليني على فكرة أيوة طبعاً يا عمر الله يعني أنت بتمثل وبتغني وبتعمل حفلات للأطفال وبتعمل بالأطفال وبتألف وبتكتب يعني لازم أستغل طبعاً كل ده يا حبيبتي أنا تحت أمرك وبجد أنا سعيد بالمدخلة دي طب قولي يا عمر قولي يا عمر أنت دلوقتي بتعمل إيه أخر عملك إيه والله أنا بس اليومين دول يعني بخلص الألبوم بتاع الأطفال الغنائي يعني مركز فيه مركز إن أنا أعمل فيديو كليب للطفل كبير إن شاء الله ينول إعجابكم وحدخل فيه شخصية ميرو الهيرو علشان الناس تعرف مين ميرو الهيرو دا بيعمل إيه وإيه إفدتوا للطفل وحاجة كتير قوي الفترة اللي جاية بالنسبة للأطفال أما بالنسبة للكبار إن شاء الله في فيلم سريمة اسمه بنات كده وكده إن شاء الله دا حنبتدي يعني دا خبر حصل البرنامجنا طبعاً يا عمر نعم نعم خبر كده خبر حصل البرنامجنا دا أكيد دا أكيد مين هيكون معاك في الفيلم طيب؟ لازم نستغل بقى مين هيكون معاك في الفيلم؟ لا لسه 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 إحنا في نطاق التحضير والفيلم وكلام دا لسه 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 بدي طيب أنا طبعاً عايزة بارك لك حفلات راس السنة وأعياد طبعاً إخواتنا المسيحيين نعم طبعاً كل سنة وهم طيبين وإحنا دايماً مصر بخير ودايماً مع بعض في الصراء والدراء والصراء أكتر من الدراء بإذن الله وعن ترى بقى يا عمر أربع مليون مشاهدة أربع مليون مشاهدة الحمد لله نقول ما شاء الله يا الحمد لله مبروك طبعاً الإعلان قسر الدنيا بتاع عنطر يعني حاجة كترهيبة عرب السنة فين وعنطر فين بقى لا موجود موجود مرسي تحياتي يا عمر أنت فنان محبوب والناس كلها بتحبك يعني دا من زوئك يا بفا أنت بجد طيب عمر بقى لازم نستغل إنت معنا وتغنينا كده حاجة صغيرة لا أنتوا طلنا عين أولاً أنا لسه صحي من النوم وصوتي مقفول حرام عليكم ما عليش حاجة صغيرة هناك أغنية أنا أعملها بتقول أول ما بقوا ما نمنوني باشرب لي شوف إذا بدي خلط وسندا وتشدني طاطا وابدأ يومي أنا كده بنشط وصبح على مامي وبابي وعملنا السنلوني مخطوص عشان أنا أساط عليهم ويزويدوني في المصروف جميلة يا عمر جميلة باشكرك يا عمر أن كنت معينا النهاردة باشكرك جدا جدا على مدخلتك برجعلك بقى تاني يا ريم كده زي ما عمر بقى قال لنا الألوان عاملين إيه بقى الألوان طبعا معينا في 2020 إن شاء الله في الصيف بالنسبة للبنات هيبقى لون السيمون ده مفضل قوي جدا للبنات وهيكون غالب في الكلكشن اللي نازل بالنسبة للأولاد هيبقى لون الأخضر وهناعمل ماتشنج معيه في الأصفر يعني الأخضر الأخضر مع الأصفر في الأولاد والبنات البنات زي ما قلتلك هيبقى فيه ممكن لون السيمون طبعا لا غنى عن اللون البينك والفوشيا لازم بيكونوا موجودين إحنا برضو الأطفال بيحكمونا إن من هم صغيرين دايما البنت عارفة إن الألوان لها المفضلة هي البينكات والولد يبقى البلو أو اللبني أو الدرجات دي بقى تبريمين شفت تشتغلي من سن كامل كامل؟ أنا عندي من أول نيوبورد عندي لحد 14 سنة بس فيه موديلات معينة هي بتكون وقفة لحد السن الثمان سنين وفيه موديلات بتكمل معي لحد المرحلة اللي هي السن المحير يعني كل سن بيختلف عن السن الثاني في اللبس؟ بالصبتة طبعا طبعا في الدزاينر ولا في الألوان ولا في كله؟ تقريبا كله لأن الطفلة الصغيرة أنا قادر إن أنا أتشكل في اللبس بتاعها براحتي ممكن إن أنا ألبس كب ممكن حملات ممكن شورت طبعا الموضوع ده إحنا بنراعيه لما السن بيكبر فما أقدرش إن أنا ألبس نفس الستايل كده لسن بانوتا عندها عشر سنين مثلا فبنبدأ نطول شوية مثلا يكون بانتاكور بتتابع الموضوع العالمية؟ طبعا 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 وموضوع العالمية يعني بناخد منها بصراحة وفضل كبير جدا هم متقدمين عندنا من زمان يعني في الموضوع هم بدئين قبل مصر تقريبا بكتير بكتير بالضبط كده فإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا بنحاول إن إحنا نسبقهم وفعلا فيه موديلات كتير إحنا عملناها كويسة جدا وبدأنا إن إحنا نصدرها كمان طيب أنتو كاجول بس ولا فيه كمان صوريات؟ لا هو إحنا الأساسي بتاعنا هو كاجول صوري مش بمعنى كلمة صوري إن الولد يبقى بدلة والبنت لابسة مثلا فستان فرح لا ممكن يبقى سيمي صوري يعني ممكن مثلا دريس كده حلو ويبقى مطاعم مثلا بالجليتر فاهميني الولد برضو ممكن يبقى سيمي كلاسيك شميز على فانطلون فده برضو بيعود المظهر الكلاسيك ممكن يتروح بصوري عادي طيب لو الطلب منك موديل معين بتنفذيه ولا ما عنديكيش الأوبشن ده بيبقى هي خلاص الكوليكشن اللي نازل وما بتنفذوش؟ إحنا بننفذ موديلات بس بنبقى عاملين مراعال السن يعني ممكن مثلا ساعات فيه مامي مثلا تجيلي تقولي انا عايز اعمل الموديل ده البنتي بس هو ما ينفعش للسن بتاعها فيه حاجات قردي احنا عاملينها كمان طلبوا مني ان احنا نعمل تبقى الام والبنت لابسين زي بعض وفعلا احنا عملنا ده في العباية في رمضان عملنا العباية بقيت الام والبنت الاتنين نفس ستايل العباية بالزبط يمكن موضوع العباية الاطفالي دي احنا تميزنا بها جدا فبقيت الام والبنت لابسين نفس العباية زي بعض طيب حلو قوي طيب ريم لو عايزين انت كلامك شوية طبعا انت عندك بيجي على الفيسبوك تمام اسمها ايه؟ روتي كيدز باسم البراند بالزبط طيب فيه عندك طبعا اونلاين ولا لأ؟ فيه طبعا اونلاين محافظة قاهرة بس؟ فيه قاهرة وكل المحافظات طيب ايه اللي بيميز الاونلاين بتاعكم؟ اللي بيميز الاونلاين عندي يمكن عشان اولا طبعا الحاجة عندنا تكون فوري يعني ما عندناش حجز ان لسه الحاجة مثلا بتيجي او لسه بتتصنع قدامها فترة الحاجة التانية كمان ان انا بعمل اكن محل متنقل مع المندوب اللي بيروح يعني ممكن مثلا الام تبقى قاعدة في البيت بتنقيق اذا قطعة عايزة تشوفه مع الطبيعة بتقدر ان هي تشوفهم تقدر ان هي تقيس الطفل بتاعها الحاجة اللي هي رايحة وتنقيق في الاخر ممكن قطعة واحدة من الحاجة اللي رايحة لها دي يعني انت ممكن تبعطي كل الموديلات بالمقاسات اللي هي طلبها انا ببعطه لها طيب ده اوبشن حلو قوي فانا طبعا بوفر عليها ان هي تنزل الشارع وساعات طول المقدرة تنزل بالاولاد بيبقى الدنيا زحمة فالموضوع ده بيوفر عليهم حاجات كتير قوي طيب ريم ما عايزكي بقى تقول لنا كده كلمة اخيرة للامهات عشان احنا ساعات برضو بنشوف اخطاء شوية في الملابس اول حاجة طبعا باخد على الامات ان هي ممكن الالوان بحسها مش متناسقة اللي بتلبسها على بعض يعني فيه الوان احنا لازم ان احنا لو هنلبس لون مثلا فاتح لازم يكون معا الحاجة التانية القطعة التانية اللي ملبوسة يبقى لون بتاعها هادي ماينفعش لون فاقع على فاقع اول دبسه بتهالي زي وزي زي الحد الكبير يعني لازم يقلس الهدوم مضبوطة عليه وكوي يعني تناسق الالوان دي موجودة في الكبير وفي الصغير المقاس باخد برضو على الامات اللي بتجيب مقاسات اكبر بزيادة اللي ستايل ما بيبانش ولا ينفع ان احنا برضو نجيب المقاس مضبوط لازم بنراعي في الاطفال مش زي الكبار ان احنا بنجيب درجة واحدة اكبر طيب ريم اخل حاجة باعزاك تقول لنا عنوينك فين لو حد هابت وصل معيك هاكيد برضو ظهرنا معينا على الشاشة بس حاباك انك تقوليها سريعا عندنا فرعين واحد في مدينة نصر في شارع الزهاوي متفرم من محمد المقريفي وعندنا الفرع التاني في 6 اكتوبر مول اجياد بشكرك جدا ان كنت معي النهاردة نوارتيني وشو الحلو الجميل اللي كان معينا ده بشكرك طبعا عايزة اشكر كل مشاهدينا بتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم وشو النهاردة كمان يكون عجبكم كل ما لحقش تابع الحلقة ممكن تابعها من خلال صفحتي بس انتعلي على الفيسبوك شكركوا مشاهدينا ونلتق ان شاء الله في حلقات قادمة باي باي